موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها الصائمون في هذه الحلقة الأولى من برنامج فقه الصيام والتي أهنئكم في بدايتها بدخول هذا الشهر الكريم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه على النحو الذي يرضيه عنا وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا فيه من النار وأن يجعله شهر نصر للأمة وشهر تنفيس وتفريج على المكروبين من المسلمين في مشارق الأرض ومغربها أحبة في الله هذه الحلقات فقه الصيام هي حلقات معدودة قليلة سنتدارس فيها إن شاء الله تعالى شيئا من الأحكام الفقهية المتعلقة بصيام شهر رمضان مبارك وسنحاول فيها إن شاء الله أن نأتي على مجمل أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام والقيام والسحور والترويح وغير ذلك مما يسره الله سبحانه وتعالى يسر الكلام عليه والغرض من معرفة هذه الأحكام هو أن نعبد الله تعالى على بصيرة وبينة حتى نؤدي هذه العبادة العظيمة كما يريدها الله منا فإن من أهم ما ينبغي للمسلم أن يقوم به قبل الشروع في العبادة معرفة الأحكام المتعلقة بهذه العبادة سواء كانت صياما أو صلاة أو زكاة أو حجا أو غير ذلك من العبادات لأنه إذا تعلمنا أحكام العبادة كان أحرى بنا أن نؤديها على ما يريده الله تعالى ويرضاه ونحن في دنيانا الفانية نحرص قبل القيام بأي مشروع نحرص أن نحيط به علما من جميع الجوانب تجد الواحد مننا قبل الدخول في عمل تجاري أو غيره يقوم بدراسة جدوى يسأل يستفسر من أهل الخبرة في ذلك المشروع حتى يحيط بالمشروع من جميع جوانبه ثم يدخل فيه مؤملا الربح راجيا عدم الخسارة هذا في مشاريع الدنيا لكن المشاريع الأخروية في التجارة مع الله جل جلاله كثير مننا لا يبالي به ولا يفكر أصلا أن يتعلم أحكامها تقام الدروس والمحاضرات في المساجد ولا يحضرها ربما إلا القليل زهد في العلم الشرعي بشكل غريب ولذا تجد الخلط والتخبيص في العبادة تجد مننا مثلا من يشرع في العبادة ثم يفعل ما يبطلها جهلا منه أن هذا العمل مبطل لها وربما تمر عليه السنوات الطويلة وهو على تلك الحال تجد مثلا من لا يستكمل شروط العبادة أو واجباتها أو يتساهل في مستحباتها بينما مشاريع الدنيا لا نفرط في مثقال ذرة من كسبها هذا بالنسبة للعبادات التي من المفترض أن نكون أكثر إلماما بها ناهيكم عن التفريط في تعلم ما يحتاج إليه في باب المعاملات كالبيع والشراء وأحكام الطلاق وغيرها فالجهل بهذه الأمور أكبر وحدث ولا حرج حيسين فيها حوسة كبيرة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وما أكثر ما يستفتى مشيخنا الكرام وأهل العلم عن تلك الأخطاء التي تقع منا في عباداتنا ومعاملاتنا والسبب السبب هو التفريط وعدم الحرص على تعلم هذه الرسالة التي جاءتنا من عند الله سبحانه وتعالى لو أن الواحد مننا جاءته رسالة من رئيس أو من ملك من ملوك الدنيا لحرص والله أشد الحرص على قراءتها وفهمها وتدبرها ولو فيها حاجة مفهمهاش أو كانت بلغة لا يدخنها لبحث عن من يترجمها له ويشرحها له بينما الرسالة الخالدة من عند ملك الملوك جل جلاله كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثير مننا فرط في تعلمها وفهمها مع أن العلم بما تقوم به العبادة يعتبر من فروض الأعيان ولا يعذر الإنسان بالتفريط في تحصيله مادم متمكن من العلم وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه ابن ماجة وقد نص فقهاء الإسلام على اختلاف مدارسهم الفقهية نص على أنه مما يجب على المكلف معرفته معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الوضوء والصلاة والصوم والحج والبيع والشراء لمن تعطاه قالوا العلم بهذه الأمور فرض عين لا يحمله أحد عن أحد فلا بد للإنسان من أن يتفقه في دينه وفيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات فيما يتقرب به إلى الله من العبادات بقدر المستطاع لأن الإنسان لم يخلق أصلا إلا للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولا يمكنه القيام بالعبادة وهو يجهلها فالقيام بالمهمة التي خلق من أجلها الإنسان يتوقف على العلم بها وما يقع الناس فيه من مخالفة للشرع إما يكون بسبب غلبة الهوى واتباع الشهوات وإما بسبب الجهل غلبة الهوى دواؤها التقوى وتقوية جانب الخوف من الله والجهل دواؤه العلم فمن أكبر المصائب التي نععت عنيها أمتنا اليوم تفريطها في العلم بالشرع حتى قل فيها العلماء والقلة القليلة من العلماء الموجودين ربما لا يستفيد منهم كثير من الناس لا يستفيدون من بقائهم بينهم بل ربما يحاربون وينفر الناس عنهم حتى فشاء الجهل وهذا من أشراط الساعة فقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا والحديث الصحيحين ومع كل هذا التفريط نرجو النجاة ولم نسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين إخوة الكرام شهر رمضان المبارك فرض صيامه في السنة الثانية من الهجرة أول رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم هو رمضان السنة الثانية من الهجرة وقيل نزل فرض صيامه في شهر شعبان أول ما فرض صيام شهر رمضان لم يفرض صومه على الناس دفعة واحدة مرة واحدة من الأول وإنما فرض صيامه بالتدرج فرض أولا صيام رمضان على التخيير بمعنى أن من شاء أن يصومه صام ومن شاء أن يفطر أفطر لكن وجب على من أفطر إذا اختار الفطر وجب عليه إذا أفطر أن يطعم مسكينا عن كل يوم وهذا التخيير جاء في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين والمعنى وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية ثم جاءت المرحلة الثانية التي نسخ فيها هذا التخيير الأول وأمر الناس بصيامه جميعا إلا المسافر والمريض فيفطران ويقضيا وذلك في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فصار لزاما على من شهد الشهر أن يصوم ولا يفطر جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها وفي رواية لمسلم حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة التي علمت من الدين بالضرورة كما أجمع على أن منكره كافر مرتد عن الإسلام إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام أو نشع ببادية بعيدة جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وروا الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ ورواه الشيخان أيضا عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول قال حتى دنى فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال الرجل هل علي غيرهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع قال عليه الصلاة والسلام وصيام شهر رمضان فقال الرجل هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع فصيام رمضان فرض وما زاد فهو تطوع إخوة المشاهدون وهذا الشهر المبارك يثبت دخوله بواحد من أمرين إما برؤية الهلال آخر شعبان أو بإتمام شعبان ثلاثين يوما إذا لم يرى الهلال فإذا رؤية الهلال حكم بدخول الشهر لأن الأهلة جعلها الله سبحانه وتعالى موقيت للناس في صومهم في فطرهم في حجهم في غير ذلك وجاءت الأحاديث الصحيحة بأن دخول الشهر يثبت برؤية الهلال كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا والحديث خرجه البخاري وجاء في حديث بهريرة رضي الله عنه مرفوعا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته والحديث متفق عليه فهذا يدل على أن دخول الشهر مرتبط برؤية الهلال فمتى رؤية الهلال وجب الصوم وعدد الشهود الذين يثبت دخول الشهر بشهادتهم يرى الشافعية والحنابلة أنه يكفي شاهد عدل واحد فقط لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال له عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوم غدا وهذا الحديث رواه أصحاب السنن ومثله أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه والحديث رواه أبو داود ويرى المالكية أنه لابد من رؤية شاهدين ولا يكفي شاهد واحد وهذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنه وارضاه وجمع الحنفية بين القول الأول والقول الثاني فقالوا إذا كان الجو غائما يعني فيه إسحاب أو به غبار قبلت شهادة العدل الواحد وإذا كان الجو صحوا لم يقبل إلا شهادة عدلين هذا بالنسبة لرؤية هلال رمضان أما هلال الشوال وغيره من الشهور فعامة أهل العلم على أنه لابد من شاهدين عدليل ولا تكفي شهادة عدل واحد إخوة الكرام والشاهد الذي يعتد بشهادته لابد أن تتوافر فيه ثلاثة شروط مش كل واحد يشهد يقول رؤية الهلال يقبل منه بل لابد من توافر شروط أولها الإسلام فلو جاءنا شخص غير مسلم وأخبرنا أنه رأى الهلال فلا عبرة بشهادته لحديث عبد الله بن عباس الذي مر معنا في قصة العرابي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى الهلال فقال له عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم فلولا أن لسؤاله تأثيرا في قبول الشهادة ما سأله عليه الصلاة والسلام الشرط الثاني في من يعتد بشهادته أن يكون عاقلا فلا تقبل شهادة المجنون لأنه لا يعقل ما يقول ومثل المجنون في هذا السكران لو جاءنا شخص سكران صامتها نصر الله السلام والعافية وقال يا جماعة رأني شفت الهلال فلا عبرة بقوله لأنه لا يعقل ما يقول ولأنه أيضا لا يتوافر فيه الشرط الثالث في الشاهد وهو العدالة فالشرط الثالث الذي يجب توافره في الشاهد أن يكون عدلا بمعنى أنه لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر العدل هو الذي لا يفعل كبيرا كشرب الخمر أو الزنا أو عقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر وأيضا لا يصر على الصغائر بمعنى أنه لو فعل صغيرة تاب منها ولا يصر عليها فالمحصلة إذن في الشروط التي يجب أن تتوافر في الشاهد الإسلام والعقل والعدالة وهذه الشروط لا خلافة فيها بين أهل العلم بالإجمع وهناك شروط أخرى مختلف فيها لكن المتفق عليه هذه هي الشروط الثلاثة التي ذكرها إذا رأى شخص وحده الهلال وردت شهادته لكونه رآه وحده مثلا على القول باشتراط شاهدين أو ردت شهادته لكونه ليس عدلا مثلا فإن أكثر أهل العلم قالوا يلزمه هو في نفسه أن يعمل بناء على رؤيته فيصوم لرؤيته هلال رمضان ويفطر سر لرؤيته هلال شوال الأمر الثاني الذي يثبت به دخول شهر رمضان أحبة الكرام هو إكمال شعبان ثلاثين يوما إذا لم يرى الهلال سواء كان الجو صحوا أو كان غائما لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم وفي رواية غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين هذه رواة الإمام البخاري في صحيح بقيت مسألة نختم بها حلقتنا هذه وهي المسألة المشهورة التي تتكرر ويقع الأخذ والرد فيها كل عام تقريبا مع دخول شهر رمضان مبارد وهي مسألة اختلاف البلدان في رؤية الهلال إذا رؤية الهلال في بلد من البلاد هل يلزم جميع المسلمين في البلاد الأخرى أن يصوموا بناء على رؤية ذلك البلد أم أن لكل بلد رؤيته الخاصة به معروف كلام أهل العلم في هذه المسألة من الناحية الفقهية معروف مشهور فمن قائل بأنه يلزم الناس جميعا كلهم الصوم برؤية ذلك البلد ومن قائل بأن لكل بلد رؤيته لكن المهم الآن القول الذي لا يمكن العمل بخلافه الآن في هذا الزمن يعني من الناحية العملية في هذا الواقع الذي تعيشه الأمة الآن من التفرق والاختلاف القول الذي لا يمكن العمل إلا به وليسع الناس سواه هو قول من قال من أهل العلم أن لكل بلد رؤيته واعتبار اختلاف المطالع ورغم كل الجهود المبذولة في هذا العصر من محاولة لجمع الأمة على رؤية واحدة فإن هذا متعذر إلى هذا الوقت وهذا القول القائل بأن لكل بلد رؤيته يعضده أيضا الحديث المعروف الذي رواه الإيمان مسلم في صحيحه من حديث كريب مولى بن عباس أن أمة الفضل بنت الحارث بعثته في حاجة إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام قال فرأيت الهلال ليلة الجمعة يعني يوم الخميس في الليل قال ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته قلت نعم ورأاه الناس وصاموا وصام معاوية فقال ابن عباس لكن رأيناه ليلة السبت يعني بعدهم بليلة شفوه في المدينة قال فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقال له قريب قال أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث أو الأثر فيه دلالة على أن لكل بلد رؤيته المسلمون في ذلك الوقت كانوا في دولة واحدة ومعاوية خليفتهم ومع هذا فابن عباس رضي الله عنه لم يرى أن رؤية أهل الشام ملزمة لهم في المدينة أن رؤية أهل الشام ملزمة لهم في المدينة فلو لم يكن هذا الاختلاف معتبرا لما وسعهم خلافه وللزمهم أن يختم شار صيامهم في المدينة وثقا لرؤية أهل الشام مدام أنهم رأوا الهلال قبلهم بليلة وابن عباس رضي الله عنه قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسب الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عليم بمدلول اللفظ وبخطورة نسبة شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل به نصا أو مضمونة فهذا يدل على أن الشرع لم يأتي بتوحيد الصوم في كل البلدان لمجرد رؤيته في بلد واحد والقول باعتبار اختلاف المطالع هو الذي صدرت به الفتوى من المجامع الفقهية كالمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي الذي عقد في مكة في دورته الرابعة في سنة 1401 جريا والآن كما مر معنا لا يسع الناس العمل إلا بهذا القول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا الصيام والقيام ويجمع شمل أمتنا على الحق وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته